من هنا للمغرب والمغرب في منطقة النويرات بضواحي مدينة سيدي قاسم المغربية حادث غريب جدا سيدة مغربية راحت في ضريح هناك اسمه ضريح سيدي قاسم بو عسرية هو ضريح شهير في المنطقة الناس فجأت ان هذه السيدة اشعلت النيران في المقام حتى اصبح رمادن ليه يا ستي عملت كده طبعا بعد ما تأبض عليها قالت انها راحت وتوسلت ودعت كثيرا لهذا الولي ولكنه لم يستجب لها فحرقت الضريح وهذا جزء من سوء الفهم في التعامل مع اضرحة اولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء كانوا صالحين الولي عند الله سبحانه وتعالى هو عبد من عباد الله عبد مخلص عبد قد يكون شاركة في حرب وفي قتال وكان مخلصا وكان بينه وبين الله عمار فالزيارة لأصحاب المقامات هي للتدبر والفهم وليست للتوسل هو لن ينفع في شيء النافع هو الله والضار هو الله ولكن هذه السيدة بالفهم القاصر الذي يعاني منه البعض يعتقد ان لا دا انت مش رادي تعمل لي بقى فانا ححرقك هو يملك ايه؟ هو ميت هو بين يدي الرحمن اولياء الله لهم بركات عندما نسير على خطاهم نتبرك بهم ان نتعلم مثلهم ان نقرأ في الدين ان نفهم ان نعمل لكن لا نعتقد ان ميت هو هو طريق الدعاء عندما ندعو ندعو الله وبمحبته لأوليائه وبرعاياته لأوليائه الصالحين وليس الولي نفسه هو الذي الدعاء بالولي والتوسل بالولي ليس هو الطريق الصحيح الطريق الصحيح اننا ندعو الله بمحبته لعالمه لوليه الصالح مش اي حد يبقى ولي اولياء الله لهم شروط والدعاء يكون لله متبركين بهم وندعو لهم ان يخفر لهم الله ويرفعهم درجات هذا جزء من الاشياء التي تفوتنا كثيرا وتلتبس عند الكثيرين نحن نحن